بمناسبة عيد الأضحى طبعا الحكومة قامت مجموعة من الإجراءات عبر مؤسسات تشتغل في المجال للنقل أولا بخصوص النقل السكاكي بهذه المناسبة تم إعداد برنامج خاص لعيد الأضحى سيتم برمجات 242 قطار خلال هذه الفترة عوض 222 العادية بساعتين قدرها 150 ألف مقعد عوض 120 ألف وطبعا تهم كل الشبكات السكاكية مع تكتيف الفرق الطيرية التي تهتم بالزبنة وإرشاد المسافرين لغير ذلك بخصوص النقل الطرقي الذي في الحقيقة هو الذي يركز عليه في سؤال ذلك طبعا لمواكبة هذا الطلب الآن الذي يوقع على مستوى جميع المحطات الطرقية تم منح رخص استثنائية علما أن عدد الحافلات النقل العمومي للمسافرين المرخص حاليا هو ألفين ومئة مركبة بساعة إجمالية قدرها 200 ألف مقعد يوميا تحرص الحكومة على مراقبة الحافلات عبر الوزارة طبعا المعنية التي ستتم تعبئتها بهذه المناسبة عبر إعداد بطاقات خاصة المراقبة بالنسبة لكل حافلات قبل منحها الرخصة الاستثنائية بلآن قد توضع الطلبات ذي الرخصة الاستثنائية إلى حدود 5 يونيو تم منح ما يناهز 160 الرخصة استثنائية مع العلم أن الطلب النقل سوف يعرف ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الثلاث التي تسبق عيد الأضحى وجدير بالذكر فقد تم خلال مناسبة عيد الأضحى للسنة الماضية تم منح 4351 رخصة استثنائية لتلبية حاجيات التنقل الاستثنائية ومن المرتقب خلال أيام المقبلة أن يتم منح عدد مماثل من الرخصة الاستثنائية للاستجابة للطلب الكبير وطبعا الوزارة تقوم بالمراقبة على مختلف المستويات ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاستبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر